وسط تصعيد غير مسبوق في القتل اليومي للفلسطينيين منذ وصول حكومة بن يامين نتنياهو وفي ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ردع حكومات الاحتلال المتعاقبة أعادت عملية إطلاق النار التي نفذت بمستوطنة النبي يعقوب في القدس والتي قتل فيها سبعة مستوطنين وأصيب عشرة آخرون آخرون أعادت شبح المواجهة المسلحة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال أحزاب اليمين في حكومة نتنياهو التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ الدولة الصهيونية والتي تطالب بحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني في كل الساحات ستستغل العملية في محاولة فرض أجندتها هو ما يعني المزيد من التصعيد ضد الفلسطينيين وعلى الرغم من قرار رئيس أركان جيش الاحتلال زيادة عدد القوات المتمركزة في الضفة في عقاب العملية فإنه لا يتوقع أن يسفر الأمر عن زيادة الأنشطة العسكرية هناك خاصة أن عملية القدس جرت في خضم عمليات الاقتحام اليومية التي تنفذها هذه القوات في جميع مناطق الضفة العملية التي سبقت زيارة مسؤولين أمريكيين يمكن رسم سيناريوهات الرد عليها استنادا إلى طابع موازين القوى داخل الحكومة ووقع العملية على الجمهور الإسرائيلي فضلا عن المحددات التي تفرضها البيئة الدولية التي يفترض أن يراعيها نيتنياهو مراقبون أكدوا أن الجهود الأمريكية ستركز على الضغط على السلطة الفلسطينية في رام الله بهدف إعادة تنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية أما غزة فعلى الرغم من أن الاحتلال اعتاد توجيه قذائفه وطيرانه وصواريخه تجاهها إلا أنه في حال لم تثبت أي علاقة تربط منفذ العملية بالقطاع فإن دافعية الحكومة لاستهداف القطاع لن تكون كبيرة لكن في حال تواصلت العمليات العسكرية فستكون فرص التصعيد ضد المقاومة في القطاع كبيرة وسائل أعلام صهيونية حذرت من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة ردا على التصعيد المتوقع من جيش الاحتلال هو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مواجهة شاملة تمتد إلى جميع الأراضي الفلسطينية